المورد الثالث تاريخ الإسلام الجزء الثامن والأربعين في صفحة 25 قال الذهبي سنة 54 و 654 ملك هولاكو حصون الإسماعيلية وفيها كان خروج الطاغية هولاكو بن تولي بن جنقس خان فسار في المغول من الأردو فملك الألموت وقلاع الإسماعيلية التي بنواحي الري ثم خرب الألموت وسائر قلاع الباطنية ثم ترحل قاصدا العراق وسير باجونوين إلى الروم فانهزم صاحبها إلى بلاد الأشكري فملكت التتار سائر الروم ونهبوا وقتلوا وفعلوا الأفاعل أقول أليس هو خليفة رسول الله وخليفة الله في الأرض أليس هو الإمام الحق وولي الأمر وأمير المؤمنين فما عدا قلاع الإسماعيلية فأين هو مما وقع على الإسلام والمسلمين وبلدان الإسلام في إيران وأذربيجان وأرمينيا وتركيا فقد غزاها هولاكو وفعل فيها الأفاعل فأين هو منها؟ وهل قصد هولاكو كل تلك البلدان وخضع له وانقاد له حكام العراق والشام وصاروا يتسابقون للتزلف منه والحضوة برضاه فهل كان قصد هولاكو قصد كل تلك البلدان وغزوت كل تلك البلدان ولم يكن أبدا في فكره ولا تخطيطه أن يقصد بغداد إلا أن ابن العلقمي هو الذي غير فكره وغرر به وغير كل مخططاته فجاء به إلى بغداد يا عقول فارغه وهل ابن العلقمي هو الذي حرك هولاكو ومن سبقه من قادة المغول لغزو بلاد الإسلام وغزو قلاع الإسماعيلية؟ يكمل الذهبي سنة 556 هجري تردد رسل التتار إلى بغداد وفيها ترددت رسل التتار إلى بغداد وكانت الفرامين منهم واصلة إلى ناس من بعد ناس من غير تحاشن منهم في ذلك ولا خيفة لاحظ هو الذي يقول لاحظ سبحان الله كيف يقع الإنسان المدلس الأفاق المتعصب كيف يقع في شر تدليسه وكذوباته لاحظ هو الذي يقول يقول من غير تحاشن منهم ولا خيفة ومع هذا يتحدث عن سرية كتب ولؤلؤ وأبن العلقمي ويخفي الكتب عن الخليفة وكأن القضية محصورة فقط بين ابن العلقمي والخليفة أين القادة أين الرموز أين كبراء الدولة أين الحاشية أين أبناء الخليفة أين أقارب الخليفة أين الرموز أين التيمية وأمة التيمية لاحظ هو الذي يقول القضية مكشوفة لا يوجد فيها خوف يقول وقالت الفراميل منهم واصلة إلى ناس من بعض ناس من غير تحاشن منهم في ذلك ولا خيفة والخليفة والناس في غفلة عما يراد بهم تعليق خليفة مسلمين وفقيه الخلافة التيمي منشغلان بالغناء والرقص والمجون والليالي الحمراء مع إصدار فتاوى إرهابية قاتلة لقتل أهالي بغداد الكرخ وانتهاك أعراضهم وسبيل لسائهم وأطفالهم أما هولاك والمغول فمرحب بهم ولهم كل التحايا والسلام بل والصلوات لأن هولاكو صار الخليفة الحق والإمام الحق وأمير المؤمنين التيمي بصدق وحق وصار الجميع منصبا من قبله وإمضائه وبركته فهنيئا للدواعش المارقة بإمامهم البديل هولاكو غازي بلاد المسلمين ومنتهك أعراضهم وأهم شيء وأعظم عمل فعله هولاكو واستحق أمرت المؤمنين أنه أبادئ إسماعيلية القلاع وهذا سبب مقدس كافي لأن يغفر رب التيمية لهولاكو كل ما فعله من قبائح ومنكرات بالمسلمين السنة وبلاد الإسلام وكما يحصل الآن فإن الدواعش المارقة صار مغفورا لهم ولا أحد يكفرهم لا لشيء إلا لأنهم يقتلون الروافض بعض الروافض بالرغم من ارتكاب المارقة الدواعش أبشع الجرائم وأضعاف الجرائم بالسنة وهجروا ملايين السنة وتسببوا في قتل وتهجير أضعافهم من أهل السنة ومع ذلك فلا يتجرأ أحد على تكفيرهم بالرغم من وجود عشرات ومئات الأدلة القاطعة على كفرهم في أصح المصادر السنة